السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة رواع الوصفات اهلا وسهلا فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين اليوم ان شاء الله رح نعمل كعك طريقة سهلة وبسيطة وكمية كتير صغيرة زغرت لكم الكمية يعني ربنا بعلم قديش اتعبت عشان اوصل لهذه الكمية عشان ان شاء الله الكل يجربه والكل يسوي يعني تقريبا بعمل معاكم كيلو ونص لو بدكم تشتوه من السوق بدو يكلفكم كمية كتير يعني مبلغ منيح فلا احنا بنسويه بتلت كواب من اللطحين مع كوب من السمنة وتقريبا 400 غرام من الاتمر وهيك بصير معنا ان شاء الله جاهز زي ما انتو شفتو حطيت التلت كواب من اللطحين منخلين مع كوب سمنة بسيتهم منيح وحطيتهم بالتلاجة تقريبا سعتين وبعدين بدي اطلعهم عشان نكمل ان شاء الله فيهم جبت تقريبا 400 غرام من الاتمر المطحون الجاهز حطيت عليه معلقة سمنة ونتفت قرفة وطحنتهم وعجنتهم منيح وكورتهم كور وحطيتهم على جنب منها نحط الخليط السائل على الطحين جبت كوب من المي وكوب من السكر كوب المي 100 مل وكوب السكر 100 مل الله مصلي على سيدة محمد اذا في عندك ميزان وزني اذا ما في ميزان حطيتلك اياهم انا بكاست الشاي طلعت 100 مل مزبوط فبتحطي كاست شاي مي وكاسة سكر وبتحطي معلقة صغيرة من القطر وبنحرك منيح وبنخليهم عجنب عشان شوي يدوبوا عبل ما نفتت العجينة اللي احنا حطناها بالتلاجة يبسط معانا فلازم نطريها مزبوط ونعاود نعجنها من اول وجديد ونما نخلي فيها ولا اي تكتلات بعدين بنبلش بالوضع السوائل عليها اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد شايفين بنعجن في هاي المرحلة عادي ما بنخاف لانه بس بطحين وسمنة مش حط عليهم اي اشي فقد ما نقدر نعجن في هاي المرحلة بدنا نحط على السوائل نتفت ميستيكا ونتفت محلب انا جايباهم الميستيكا سائل والمحلب مطحون اذا جبتيهم من عند العطار حب تخدي نتفى من المستيكا قد حبتين او ثلاث وعطرف المعلقة من تقريبا كمان قد اربع حبات مع معلقة من السكر وبتطحنيهم بالمطحنة البهارات وبتحطيهم على الخليط زي ما شفتو حركنا السكر والمي والمستيكا والمحلب وحطيناهم على الخليط حبيتي ما تحطي مي تحطي ماء زهر بدر المي نفس كمية المي بس ماء زهر برضو بصير للي بحب الماء الزهر مع الكعك بعد ما حطينا السوائل شايفين ما بنعجن هسا نهائيا بس بدنا نقلب تقليب المي بالطحين عبل ما يفوتو في بعض ان شاء الله ما بنعجن نهائيا عند هيك وبنوقف ما بنعجن بس بنحرك وبنقلب تقليب لحد ديت ما كل المي الطحين يتشربها بعد ما اخلص هاي المرحلة بخليها ترتاح ان كان على المجلة او بالتلاجة عادي ما في اي مشكلة مش كتير قد عشر دقايق او ربع ساعة وبعدين بنطلعها عشان نشتغل فيها في مرحلة اننا بنشتغل فيها بنكون ملعين على الفرن طبعا الفرن ده احكي لكم انه لازم يكون على مية وسبعين مشغل قبل بوقت قبل تقريبا عشر دقايق فعشان هيك انا بحكي لكم انه لازم من حدية ما نطلعها بننشتغل فيها نبلش نولع الفرن بعد ما ارتحت معي العجينة اي جبتها وجبت التمر وجبنا صنية والقالب اللي بدي استعمله بس ضروري انك تحط صحن فيه طحين عشان كل واحدة بديك تعمليها نحط على القالب نطفل الطحين وانتكه وبعدين نبلش نستعمله عشان ما تلزق معانا وتغلبنا لانها هي العجينة كتير طرية التمر تقريبا نفس حجم العجينة يعني العجينة اكبر شوي عشان ما تكون كلها عجين الكعكة بدنا يكون التمر بارز فيها ومبين وبنضغط وبنحط بالصينية بنعمل اكا من واحدة بعدين شو الله بنعمل كل الكمية عملت تقريبا من فوق الخمسة وعشرين حبة او تلاتين حبة يعني كمية منيحة مش انه تستقلي فيها تلت اكواب الطحين مع كوب سمنة مع تقريبا اربعمائة غرام من التمر عملونا تقريبا الله مصلح سيد محمد كيلو ونص من الكعك الجاهز لو بدنا نشتري بدنا زي ما حكت لكم مبلغ منيح فهيك احنا ان شاء الله بنوفرها حالنا وبنعمل اشي مرتب وزاكي وعمايل ايدينا هيك خلصنا عمايل الكعك بدنا نحطه بالفرن بعد ما نخلص كل الكمية بنحطها بالفرن على الرف الوسط على حرارة مية وسبعين بس تقريبا عشر دقائق اتناعشر دقائق بيكون عنا الكعك جاهز بدي اذكركم انه زي ما بديك تحطي مي بتحطي ماء ورد او ماء زهر نفس الكمية يعني ما بتحطي مي وماء زهر لا بتحطي ماء زهر بدل المي اللي بديك تحطيها يعني كاسة سكر وكاسة ماء زهر او ماء ورد وهيك يعني كل الاشياء اللي بدي احكي لكم اياها حكيتها اذا في لكم اي استفسارات احكولي ان شاء الله انا يعني برد عليكم والبديكم اياه برد عليه زي ما شفتوا التمرة زي قد حجم العجينة اكبر العجينة بشوي وبدنا نحط ما تنسوا تحطه على القالب منطفط الطحين ما بيصير انك تحطيه من دون طحين عشان ما تلزق معاك الحبة وهيك خلصنا طريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله رح تعجبكم كتير ان شاء الله بتجربوه بعجبكم جربوه بكمية قليلة زي ما انا عملته رح احط لكم صندوق الوصف كمية النصف كيلو وكمية الكيلو قديش بده زيت وقديش بده مي عشان ان شاء الله اللي بده يجرب يعمل ازا بده يعمل نصف كيلو او بده يعمل كيلو يكون عنده المقادير وهيك خلصنا وبشكركم كتير وانا كتير كتير يعني مبسوطة عليكم وعلى مشتركيني حبايبي بحبكم كتير ويعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة